السلام البنات نسمن أمركم كاملة بخير على خير اليوم البنات سنظر على تجربة لها مع عبر واقي الشمس بيو ديرما فوتو ديرم فلويد لماذا كان يجب مع هذا الأكبر وكين الذي لا يجب معه اكملوا البنات الفيديو تأخر اول شيء البنات بنسبة لهذا الأكبر ارا فيه بثاف هذا الذي لديه فلويد ومن الممكن فوتو ديرم كرام سوف نخلي لكم هنا يا البنات فوتو ديرم كرام تأتي بشكل هذا هذه البنات على شكل كرام يعني مزيان البشرة العادية والبشرة الجافة وكين فوتو ديرم آير هات آير يعني آ كتعني أونتي والآع كتعني ريدنس هي ضد الحمورية البنات اللي عندهم الورضية في الوجه يعني ذلك البنات اللي عندهم الحمورية في الوجه هادا فيه انتيافلمايتوار فيه بزاف تعدل بخوضوية لهذا البشرة بالضبط وكين فوتو ديرم سبوت آج غانخليه لكم هنا هذا ضد تقدم العمر بيال التجاعد العيلة التي كبارت شوية فلاج كان صحوم بهذاك سبعة مواد الترطيب حيث اللي عندهم التجاعد لهم الواحد يدير الترطيب ثلاثة مواد البنات التي تحفظ الكولاجين هذه المعلومات كاملة التي نعطيكم بالبنات نخليهم لكم في تحت الصندوق الوصف المرجع التي تريد تقرأ سوف تقرأ في الصندوق الوصف بالنسبة الفوتودرم اللي هو هذا اللي عندينانا هذا الفلويد هذا خاص بالبشرة المختلطة والضهنية فوتودرم اكوافلويد هذا مختص البشرة الدهنية فقط وهو ابازدو البنات هذا ابازدو يعني فيه الماء ثلاثة اخر واحد هو فوتودرم AKN مت SPF 30 هذا البنات عنهم اكني اكني دي الحبوب في الحمد الصليصي في التركيبة ديالو ومزيان اللي عندهم الحبوب وكيجي فيني مات رجعوا فوتو ديخ مفلويد هدا فلويد اللي قد لكم البنات للبشرة الدهنية والمختلطة سوختوا المختلطة هذا البنات راه تسالة وهذا ديجا مثالي وهذا تاني صراحة الناس انا ماشي انا اللي كندير هاد الاكران هدا كتديرو الوالدة ديالي وكتشريه وتعود شريه وتعود شريه وتعود شريه وتعود شريه رابيل العربون عزيز عليها بزاف هي هاد الاكران هدا فاركنت انا جربتو حتى انا في وجهي كي حسقتلك كي قلتلكم اغلبية ديال الابارفارماسي كيكون عندهم بزاف غال هاد الفلويد كتقول لهم اعطاني بيو دغم اكران كيعطوك نشان هاد الفلويد وكتي dir자ك دأن البشرة المخترطة الدهنية مالوغوظم كيديروه لبنات اللان عندهم بشرة جافة هاد الشي كاوج شينباز أغلبية البنات اللي كيديروه كيجوا لك الله وهووروووو ديال البشرالالي لجفة هذا البنات رمشي البشرة الجافة دين البشرة المختلطة والدهنية هذا هو الخلط اللي كان بلاست فلويد هذي اللي كان هنا راك تكون كخام هذا هو الفرق دكشي ليش البنات ما كيلاحظوش الفق ما بين هذا وما بين الاخر بنسبة لبنات اللي كتعاني من القشرة في الوجه اللي كتتكسر لعوجها من الاحسن نصيحة ديالي إلا ما ملقيتش هذك كخام بلاست فلويد هنا يا كخام على شكل كخام هذك دين البشرة الجافة إلا ما ملقيتش هذك من الاحسن على الجهة ديالي اللي كيكون في الوجه اللقشور اللي كيانيني في الوجه ما كيكونش جاهلا عند البشرة الجافة راكيكونوا حتى لن البشرة مختلطة أنا عندي جربت هذا دكش البياتل يكون في هذا البرو دوية كيبقي لسقليك في ذوك القشور يعطي 1 صورة مزوينة يجعل هذا كل بيوت في القشورة يعني ذوك القشور اللي كيكون عند في الوجهاك عاد يبانو بهذا هذا اللي عندنات تخي كلاير هنا عندي تخي كلاير جي بان فيه الكلاير و تخي كلاير و الجولدن هادو هما اصلا كاملين مزيانين البشرة الحساسة يعني عندك بشرة حساسة خودي بيو ديرما بلا ما تفكري لان هم فيه بزاف تركيب اللي فيه مختصة مزيان البشرة الحساسة اي 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 خان تديريه الوجهك و تحسيب الحساسية خودي هادو. بنيسبة التامان البنات انا خذتو بمية و 40 درهم الى مغلاش عو تاني ارا غايكون في لبا غا ما عرفتش بش حال داباكين مهم انا كد خذتو بمية و 40 درهم كي ما اكتليكم البنات الولدة ديالي هي اللي كتديرو كتشريه و كتعودو كيسا اللي كتشريه و كتعودو غادي نوريكم لاتيكستيوغ ديالو انا هادو المرة سرح نصحتها بدك الاخر فوتو ديارم دك انتياج اللي وردتكم في الول هادا كول نصحتها به اللي لقيتو غادي نقول لكم تهو مني غادي تستعملو هيا غادي نوريكم كيفاش الاجهام زيان غادي نقولها لكم حيث هاداك في انتياج صراحة منو انتياج منو اكران حاجة مزيانة حسن من هادو بنيسبرك نظرع للناس اللي كبار فلاج هادا البنات را ما فيه اش كنا نصر فيه كي ما اكتليكم هادا راح بلون ياك هادا هادا البلقات ماشي البيضات البيض بزاف بالنسبة لي انا بعدها كي يجين بيض اما او كما كتشوفوا البنات هو فيه ديك اللمعة ولكن ماشي بزاف فيه اللمعة خفيفة كتجي في الوجه ومامطن ما كيجيش كيجي ناشف ما كيجيش يعني ميتدم بزاف تكشي لاش الاغلبي البيضات اللي عندهم بشرة جافة كيجيهم ناشف هادا اراه البشرة المختلطة كنعود او كنقولها باش البنات تعرفوا بالنسبة لهذا البنات كيخلي شوية لصيقات حيث انا صراحة بالنسبة لي انا ما اجبنيش ولكن بالنسبة الوليدة ديالي عجبها بزاف هادشي اللي اجبت لكم كين فرق اغلبية كيجي يقول زوين اغلبية كيجي يقول لا ما زوينش كل واحدة والابو ديالها البنات كل واحدة وجهها غير هو انا ما كنفضلوش نهائيا اغلبية تعليب خد الزكرون اللي كندير اراها عندي في القناة هادا انا ما كيجبنيش صراحة حاجة اللي بوت نقول لكم بالنسبة للبنات اللي معارفينش هاش ياخدو هادا ولا ياخدو حاجة اخرى خدو ديزشانتين راكينين عند مالين اللي باغا واليو معطوني ايشانتين راكينون راكينو نصغي ووين كمسا تفادوا المشاكل واش هادا مزيان واش هادا مزيان واش هادا مزيانش باش ما تخسرش فلوسكم يعني اخودي ايشانتين جربي تتس جربي شوفي جاي معاك وتكسعار جعي اخودي هادا مياه هاد مياه هاد مياه اللي كان هنا اصلا واقي الشمس راكينش فوق خمسين اصلا خمسين بلوس ديك خمسين بلوس اللي كتشوفو في الذكران هاد مياه غير ديال الدعاية ديال شركة ديالهم ديال مياه يعني زعمه طب ديال حماية يعني راك حماية عالية كبيرة بزاف ولكن راك ما كتعنيش انها عالية على الذكران الخرين او الذكران الخرين هما اللي يسمي تفهمتوا البنات نسبة التركيبة البنات هو مضد للماء ما فيش نهائيا البخفة مني كتشميه ما فيش نهائيا غابان ما فيش البخخ نهائيا الريحة ما كيناش نهائيا نرى اصلا هدا لك obligatorio ال templ folders ديال البشرة الحساسة يعني البشرة الحساسة اخوديها بعينك مغمضين بالنسبة التركيبة كي قتلكم ا Aman فيها 5 ديل اللي فلتر في 5 ديل التركيبات كانخر لها هي في 5 ديل تركيба البنات لي مضادة ديال الاشيعة فوق بل النفسجية ولكن اختلفوا النخبران و Dennis اللي هو هذا مشكلة فيها البناس انه قطعوه في المريكان لانه يسبب الغدد الصماء العلماء اختلفوا. كان يقول لك الله خيب كان يقول لك الله مزيان انتوك امريكان هو قطعينو ولكن كان في هذا الكرن هذا وما كانش في الاخرين يعني اللي عندهم مشاكل ديال الوردية اللي عندهم مشاكل الحبوب في ذلك الكرن ما كانش من غير ذلك الاخر اللي في الكريم ديال البشرة الجافة هذا فيه تهوى الى عجب بك هذا الفيديو ما تنسيش دعمينا بلايك وابوني تال الفيديو الجاي ان شاء الله سلامة